من اليوم لا تحتاج الورقة البسطيلة نحضر مع بعض بريوات قرمشين ورائعين بورقات المسمن تماما معي القرمشة و بوحد الحشوة اللي هي لديدة وسهلة وبسيطة والاهم من هذا الشيء كامل انهم يتحضروا في رمشة عين نبدأ على بركتي الله نبدأ بالحشوة لانه سيخصها شوية برد نضيف الملح ونحرقه ونغطيه ونجعله حتى يتغير اللون ثم نضيف التوم ثلاثة الفوصص صغار أو زوج كبار نضيف البصلة الكيمياء على حسب الرغبة انا عملت زوج ديال البصلات من حجم صغير ولا وصلة واحدة كبيرة سفينا يكن غطيه عليهم ونخليه حتى ينجو لنا هاد المقونات يعني البصلة مع الدجاج ونضيف القرعة الخضراء والكوسة ثلاثة ديال حبات اللي بشرناهم وكذلك عندنا الجزر والاخيز زوجته ثلاثة ديال حبات اللي كذلك بشرناهم او لا حكيناهم في الحكاكة المتوسطة ثب هنا يكن نحركوهم ونغطيو عليهم ونخليوهم جانبا حتى ينجو وفي انتظار انهم ينجو ونحضروا العجينة اللي كتكون من كأسين ونصف من دقيق كأس كيوزن 150 مللتر في سوائل كنضيفو الملحة وكيوزن لنا 100 غرم في الدقيق يعني يعدنا رابعة ديال الدقيق غدي نضيفوه كيس هاد الخميرات الحلويات غدي ناخدو منو تقريبا ملعقة صغيرة الخميرات دي الحلويات كتخليلينا المسمن ما يجيش كيما كنقولو بحلاستيك يعني كيجي وخاك يكون القرمش كيجير طب وسهل في المضغ سوف نجنو العجينة غير بالماء العادي ما يحتاج يكون دافئ حتى كتكون عندنا واحد العجينة متماسكة سوف نخليوها جانبا ترتاح ونمرو بما لقينا الحشوة يعني غدي نجيو ونحلو عليها ولكن هنا من حل لاخر كنحركوها ونخليوها تحرق غادي ندفو التوابل حتى كتنضج لنا الخضراء عندنا الخرقم اولا الخرقم اولا الكرقم عندنا الابزار والا الفلفل اسود وعندنا هنا زنجبيل او سكنجيبير هدو هم التوابل غادي نحركوهم مع الحشوة ونخليوهم واحد نصف دقيقة على النار دائما مع التحريك بدون توقف هنا شعري الصينية رقدناها في الماء المغلي وخليناها حتى ارتابة وصفيناها من بعد غادي نحتاجو الماء الدنس والبقدونس وغادي نحتاجو الهريسة الهريسة على حسب الرغبة انا غادي نعمل غير شوية على حسب ولداتي ما كي يأكلوش الحار وغادي نضيف الجبن المبشور الكمية على حسب الرغبة ومن بعد بالنسبة للجبن نبشره في الحكاكة الرقيقة وغادي نضيفه الشعري الصينية اللي سبق لنا قطعنا وصفينا سوف نحركو المكونات مع بعض وغادي نتدوقوها سوف نرجعو العجينة دينا كنخليو الحشوة دينا تبرد تماما وغادي ننشكله العجينة كندهنو سطح العامل بالزيت وكندعو على بركتي الله نقطعو العجينة الى ثمانية كورات صفينا بعد ما قطعنا الثمانية ذي الكورات ننشكلوهم وغادي نوضعوهم جانبا ودائما من اللي كنبدو نخدمو في المسمن ولا اي جينة كنبدو بهاديك لشكلنا الاولى كتكون رتاحت كنجيو كنبسطوها بواسطة الزيت بحيث تكون رقيقة حتى كي بدي يبالينا سطح العمل سافي من بعد غادي ندهنو بالزيت وغادي نحاولو اننا ننشكلوها على هذا الشكل مستعملناش الزبدة يعني هاد الوصفارها بدون زبدة سافي غادي نشكلوه على شكل مسمنا وبنفس الطريقة غادي نستمر الطريقة باينة سافي كنبسطوها رقيقة رشو الزيت ونطويوها على شكل مسمنا وفي كل مرة كنحاولو اننا ندهنوها بالزيت باش كي يجيونا مورقي سافي نستمرو بنفس الطريقة حتى نكملو كل كمية كنجيو لهاديك اللي شكلنا الاولى قد تكون رتحت كنحاولو اننا نطلقوها اولا نبسطوها بحيث تكون رقيقة جدا حتى كي يبالينا كذلك سطح ديال العمل باش يجيونا مقرمشين ويجيونا مورقين سافي بعد ما شكلناهم غادي نجيو غادي شكلنا الاولى غادي نجيو غادي نقسموها الى ثلاثة اقسام كنوضعو كمية ملحشوة مقدار ملحشوة مقدار ملحشوة مملوء جيدا ملحشوة وغادي نبدو في التشكيل شوفوا معاي الطريقة كنناخدو الطرف وكننجمعو على شكل متلت سافي نبقا وغادي نهاكا طريقة سهلة وبسيطة انا غادي نشارك معاكم انا غادي نشارك معاكم ملحشوة باش تكون طريقة واضحة الاخوات المبتدئة سافي نقاددوها من بعد نقاددوها كمية جوانب ملحشوة نقاددوها جانبا ونشارك معاكم واحدة اخرى اذا نشوفوا كنشدوا الطرف وكننطويوا على شكل متلت انتمووا كنبقا وغادي نهاكا ونحاولوا اننا نطويوا وندخلوا الحشوة باش مدجيناش خارجة سافي حتى الاخير وكننقاددوهم يعني كنحاولوا اننا نجبدو هاداك العجينة الاخيرة ولمطو بها سافي غادي نستمروا بنفس طريقة دائما ناخدوا الطرف دي العجينة ونشكلوا منه متلت وكنبقاوا غادي هاداك شكل حتى نشكلوها سافي ما غاديش نبقى نهضر يعني غادي نخليكم تشوفوا معايا لقطة اخرى باش تكون طريقة واضحة ونستمروا بنفس الطريقة اللي عملنا حتى كنكملوا كل كمية اللي متوفرة عندنا وراها سريع جدا في التحضير دائما نقسموا على ثلاثة ملاقة كبيرة اللي كنهضعوا ملاقة كبيرة ملاقة كبيرة جيدا على الاخر سافي نبدأ نشكلو نجمعوا على مشكلة الموتلت وكنبقاوا غادي نتابعينها أو تابعين ذلك الموتلت نحن نخشيوه في الحشوة حتى نكمله من بعد وضعناهم سفي حدي الفرن سوف ندهنهم ببيضة كاملة ولا ممكن ندهنهم غير بالزيت سافي ندخلهم من الفرن ساخن من قبل نعملوا النار من الأسفل حتى يتحمروا من الأسفل من بعد نحمرهم من الفوق سوف نعملهم على درجة حرارة التي هي 170 درجة مئوية سافي بعد ما نخرجهم من الفرن سوف تشوفهم معي هنا يركيا الليل وضعيفة لا أعطيتهم حقهم في تصوير لكن ليس هناك مشكلة باينين سوف نتجربكم لأنهم يعجبكم شكرا على المتابعة والسلام شكرا على المتابعة